الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعين صفحة مشاهدة المنوفيات الكرام اتمنى ان تكونوا في تمام الصحة والعافية معكم هيسم المشتوى يحييكم دمتم في رعاية الله ان شاء الله في هذا الفيديو انا اتحدث عن نبات الاجزورة نبات الاجزورة من الشغيرات المظهرة الجميلة جدا والتي تظهر يعني فترة طويلة من العام انا اتحدث عنها بداية كده في اولا هذه الشغيرة تتحمل الحرارة المرتفعة حتى درجة خمسة وخمسين وستين درجة مئوية نبات قابل الاصل والتشكيل بيزهر اغلب شهور السنة يعني ما بنلاحظ ان هو بيتوقف حتى عن التزهير الا في الاشهر البردة في شهر اتناشر وواحد بيتم تقليمه ايضا في هذه الفترة من العام في شهر احداشر واثناشر وواحد حتى يعطي ازهار يعني بتخرج غالبا قبل النمو الخضري ثم يليه النمو الخضري بتكتسي الشجيرات بالوان الظهور طبعا الوان الظهور يعني بنجد اجزورة يعني فيه نوعين من الاجزورة فيه اللي هي زاة الاوراق الصغيرة وفيه الاجزورة زاة الاوراق الكبيرة وايضا الازهار الكبيرة حدثنا هيتناول النوعين الان ان شاء الله يعني زاة الازهار الصغيرة بتخرج النورة الزهرية مليئة بالزهيرات فيه صورة نورة جميلة جدا فيه منها الأصفر وفيه منها البرتقالي وفيه أيضا اللون البنك اللي هو الروز كذلك أيضا ذات الأوراق الكبيرة والأظهار الكبيرة نفس الوضع فيه أظهار حمراء وفيه أظهار صفراء وفيه أظهار بنك أو روز نفس الوضع لكن في هذه الأجزورة بنجد أن المسطح الورقي كبير وأيضا النورة الزهرية كبيرة وعمرها على الشغيرات أيضا بيكون كبيرة لكن لما بنستخدم الأجزورة كنابات أصص أنا شخصيا يعني أفضل الأجزورة ذات الأوراق الصغيرة وذات النورات المتوسطة بهذا الوضع لأن عمر التزيير فيها بيكون أطول والشكل بتاعها بيكون أجمل فيه التربية فيها الأصص وأيضا لما بنستخدمها كأسيجة بتكون أيضا جميلة جدا لو استخدمنا الأجزورة ذات الأوراق الصغيرة بنستخدم الأجزورة لما بتكون يعني نستخدم ثلاث ألوان أو أربع ألوان منها بنعمل مثلا عن دستارة طويلة طولها 20 متر ويفضل يعني أنا شخصيا أفضل 5 متر من كل لون أو أن احنا بنعمل نبات مجاور للنبات بلون مختلف من الأزهر بالنسبة لو ربينا الأجزورة في المنازل فيها الأصص ما بتحتاجش رعاية كتير غير أن احنا نهتم بأنصر الحديد والطربة تكون حامضية لأن نقص الحديد بيسبب إصفرار الأوراق وضعف النمو والخضر الواجهة عام وأيضا التزيير بيقل بصورة ملحوظة الاهتمام أيضا بالري ما بيكونش كتير لأن نبات الأجزورة غير محبة للماء لكن لابد أن احنا نهتم بالري في انتظام وفي كميته هذا يعني ما نتحدث عنه بالنسبة للتربية في الأصص في المنازل لكن التربية في الحضائق الخاصة يعني طبعا بيكون في سيستم معين للري أو نظام معين للري بيتم الشغل عليه سواء في شبكة ري طايمر أو حتى لو بنتدي مانوال يعني يدوي برضو ما بنزودش الميا فيه الطربة كتير لكن نهتم جدا بالتسميد العضوي في فترة الشتاء فترة كومون النبات يعني فترة البرد في دولة مصر ودول الشام طبعا الأجزورة مش هتظهر في الفترة اللي بيكون فيها دراغة الحرارة منخفضة لكن هتظهر من شهر تلاتة واربعة لحد منتصف الخريف تقريبا في شهر 11 يعني تقليم مهم جدا للأجزورة على اساس ان انا بدفع بالنموات الخضرية ايضا للخروج القفات اللي بيصيب الأجزورة العنكبوت الأكروس العنكبوت العنكبوت الأحمر أو الأكروس الله عز وجل الله عز وجل وأيضا الباق الدقيقي راتب العز وجل الله عز وجل الله ايضا راتب العز وجل الله عز وجل الله الاحمر وفي الاصفر. وفي البنك. اه هنا طبعا الاجزورة عريضة الاوراق وكبيرة الازهار. الاجزورة عريضة الاوراق. نقص الحديد لابد ان احنا نلحظه على النبات ونحتاجه باضافته وجعله تربة خمضية. كده ان شاء الله نكون اتكلمنا على نبتة الاجزورة واي سؤال عنها نرحب بحضراتكم. السلام عليكم ورحمة الله. اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة